متابعي قناة انفوتيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حنصلت الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بالفترة الأخيرة وتأثيرها المتزايد على مختلف القطاعات حنتكلم عن مبادرات جديدة من شركات عالمية واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي إزاي عزز كفاءة وغير من أسلوب العمل داخل الشركات أول خبر معي النهاردة وهو خبر خاص بخدمة العمل بالذكاء الاصطناعي شركة سيرفيس ناو أطلقت وكلاء ذكاء اصطناعي توليدي عشان يتعاملوا مع 80% من استصارات دعم العملاء وده بالفعل أسهم في تقليل الزمن اللي بيتحلي فيه المشكلات المعقدة بنسبة 52% فأسبوعين فقط الأسلوب الهاجين اللي بتتبعوا الشركة بتخلي الموظف فقط يركز على الحالات الأكثر تعقيدا هنا قاموا باتباع نفس المصاري اللي اتبعته شركة زي شركة ساب وسبز فورس تاني خبر معي النهاردة وهو خاص بأدوات الذكاء الاصطناعي في عالم البرمجة وأحدث هذه الأدوات هي جيت هاب كو بايلوت والأحدث نقلة نوعية في مجال تطوير البرمجيات وأسهم بشكل كبير جدا في رفع كفاءة المطورين مكنهم أكتر أن هم يركزوا على حل المشكلات المعقدة بدل ما يقوموا بعمل المهام الروتينية اللي متعاوذين عليها كل يوم ورغم الخوف من تأثير هذه الأدوات على المبرمجين المبتدئين إلا أن هي أسهمت بشكل كبير جدا في زيادة الانتاجية وخلت فعلا المبرمجين يركزوا على المهم شركة ترنتين أعلنت عن إطلاق منصتها الجديدة كلارتي وهي مصممة لمساعدة المعلمين والطلاب في أنهم يتعاملوا مع تحديات استخدام الدردشة عبر وجهها ذي شاجي بيتي بتوفر المنصة بيئة أمينة ومنظمة بتطيخ للطلاب أنها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة مع تسهيل مهمة المتابعة والتقييم للمعلمين خبر آخر من شركة أوكادو خاص بتخفيض الوظائف شركة أوكادو البيطانية وهي شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية أعلنت عن خطتها عشان تقلص الوظائف حوالي 500 وظيفة في أقسام التكنولوجيا والمالية القرار ده جا في إطار جهود الشركة عشان تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان تحسن الإنتاجية وتخفض التكاليف ولكن أدى ذلك إلى انخفاض حصتها السوقية بنسبة 17% بسبب تباطؤ مبيعات التكنولوجيا والتأخيرات اللي حصلت في مشاريع المستودعات لشركة الأمريكي كروجر على الرغم من الترويج لاستخدام الذكاء الاصطناعي بيئات العمل إلا أن بعض شركات التكنولوجيا الكبيرة ذي شركة أمازون أصدرت إرشادات بتحذر من استخدام هذه التقنيات في طلبات التوظيف وبتعتبر الممارسة دي ممارسة غير عادلة بتعكي الصورة غير حقيقية عن مهارات المتقدمين وده أثار جدل واسع حول استخدامها في هذا السياق شركة أوبني آي كشفت عن أحدث نمازجها جي بي تي 4.5 واللي بيتميز من خفاض في معدل الهلوسة وصل ل37% لو قارنته بالنمازج السابع وهذا الإطلاق جه ضمن موجة كبيرة من النمازج الجديدة اللي ظهرت علينا مؤخرا زي Cloud 3.7 Sonnet من Anthropic ونموذج Rock 3 من XCI وده أكيد بيعكس قد الشركات بتسعى أنها تعزز المعرفة والفهم العميق للعالم رغم التفكير في تقليل وصول المطورين بسبب التكاليف التشغيلية العالية والخبر المراضي من شركة مايكروسوفت وتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الألعاب حيث استعرضت شركة مايكروسوفت نموذج نيوس التوليدي الذي يهدف إلى دعم تطوير مكونات ألعاب Xbox تم تدريب نيوس على بيانات من لعبة Bleeding Edge لشركة Ninja Theory وده بيمكنه من توليص صور واقعية وأنه يتوقع ردود فعل اللاعبين يفهم الفيزياء والبيئات ثلاثية الأبعاد بعض مطوري الألعاب أعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذه التقنية على الإبداع الفني وكمان الوظائف التقليدية في هذا المجال والخبر الأخير عن نيفيديا موقف نيفيديا في سوق الذكاء الاصطناعي وكلنا عارفين أن نيفيديا بتلعب دور رئيسي في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء المستثمرون بيرقبوا عن قرب التحديات اللي بتحصل في سوق الذكاء الاصطناعي بتأثر على التقارير المالية وتقلب الطلب الوضع بيعكس أهمية الذكاء الاصطناعي كعامل حاسم في المستقبل التقني والاختصادي نادر نقول أن التطورات والتغيرات اللي بيشهدها عالم الأعمال بفضل التكامل السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي بتأثر بشكل كبير بشكل مباشر وبنشوف أبعادها بشكل سريع عن ما كنا نتخيل ونتوقع شايفين قد إيه التكنولوجيا ممكن تغير أسليب العمل والإنتاجية بتفتح أفاق جديدة للتطوير والابتكار وإلى لقاء قريب إن شاء الله مع أخبار الذكاء الاصطناعي بتنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس حشان يوصل لكم كل جديد ولكنتم من متابعينا الأعزاء بتنساش اللايك وشير وكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله الله يوبركاته